أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حرص الدولة بمختلف أجهزتها على إتاحة الدعم اللازم للصادرات المصرية وذلك من خلال الخطط الطموحة التي من شأنها تذليل كافة العقبات أمام دفع وزيادة الصادرات المصرية كما شدد مدبولي خلال اجتماعه بوزراء ومسؤولين معنيين على أهمية تفعيل عدد من الآليات المقترحة لمواصلة خطط زيادة الصادرات للوصول بها إلى 100 مليار دولار بالرغم من التحديات الاقتصادية الراهنة ووجه رئيس الوزراء بضرورة إعداد رؤية متكاملة لتصنيع مدخلات الانتاج محليا بالتنصيق بين وزارة التجارة والصناعة وكافة الاتحادات والمجالس التصديرية مشددا على ضرورة دعم الصناعة الوطنية وعلى ثقته الكاملة في قدراتها